صباح الخير مارس نتكلم النهاردة في يعني يوم جديد من أيام رمضان الأيام اللي كلها روحانيات وكلها يعني بتبقى ما بين ذكر وتعبد ومن ناحية تانية دراما رمضانية اللي يمكن بيكون السباء الرمضاني على أشده كده زي ما بيقولوا في هذا الشهر تقريبا هذا الشهر الكريم تحديدا طيب خلينا سألك بس أنت أقولك بتتبعي إيه في رمضان من الدراما الرمضاني كما أنت قلت رمضان يمكن هو شهر العبادات والذكر لكن في وقت كده الفطار بالذات الوقت ده الوحيد يعني في السنة كلها اللي احنا العائلة كلها بتتجمع مع بعض على نفس السفرة بنأكل في نفس الوقت بنفتر مع بعض كلنا في نفس الوقت فأكيد بنفتح التلفزيون السنة دي أنا ما كنتش أتخيل أن بعد سبع مواسم من مسلسل زي الكبير أن أنا لسه أبقى مشدودة للمسلسل وأن أنا أتابع ويعجبني وإيه فيها تدحكني أنا من الناس اللي بحب أفصل شوية وأتفرج على حاجات يمكن دمها خفيف عشان أي حاجة كان يعني فيها سترس أو ضغطات في اليوم تروح من علي وأستمتع بس بوقت الفطار فالكبير بالنسبالي لسه الغاية النهاردة بتحكي عليه لسه الغاية النهاردة أحداثه بجد بتشدني أول حلقة كانت بالنسبالي جامدة جدا لأن الدخلة بتاعتها كانت بتشد جدا من برضو المسلسلات اللطيفة قوي قوي اللي عجبتني السفارة في الحقيقة أحمد أمين من الكاراكترز أو من الشخصيات اللي فيها كده نضوك فني مش طبيعي تحس كأنه بقاله سنين وسنين وسنين بيمثل مع أنه يعني في الحقيقة يعني ابتدى من زمان لكن مش قوي يعني في الحقيقة عنده نضوك كامل جدا بيمثل حلو قوي الكوميتزي عنده من غير أي مجهود عارف يوصل للإفا كأنك قاعد معاه في نفس الترابيزة بكلام دارج أنت بتقوله الفكرة نفسها بتاعت المسلسل حلوة جدا عجبني قوي قوي المسلسلات دي وعجبني أنه كمان الموسم ده في رمضان السنة دي عندنا شمول ما بين الأكشن والدراما والصعيدي والتاريخي والكوميدي عندنا كل حاجة نقدر نتفرج عليها في الحقيقة عديت على كم حاجة كده في أول يوم بس ديت وكل حاجة تقريبا عجبتني عجبني التنوع في الممثلين عجبني أداء الممثلين فيه نضوك السنة دي إحنا قادرين نلمسه في الحقيقة يعني أنا مبسوطة جدا جدا بالوجبة الرمضانية الدرامية السنة دي المسامدة خليني أسألك بقى أنت يا عبدالصمت بتعمل إيه؟ يعني أقولك تجمعنا مئات المواقف فلا يفرقنا موقف وهنا دي كانت رسالة الإمام يعني ما تكلم على خالد النباوشي مسلسل رسالة الإمام حاجة أكتر من رائع عمل درامية بس أنت نقدر نقول متكامل الأركان ومن زمان كنا مفتقدين للي إحنا يبقى عندنا قدوة حقيقية نقدر إحنا نتبعها وتجسد من خلال شخصية درامية فأنا واحد من الناس يعني سعيد جدا بمتابعتي لمسلسل خالد النباو الفنان الجميل العظيم اللي عامل دور أكثر من رائع يمكن كتير وهو بيتفرج علينا هيقول من الصعب اللي أنت تحكم في أول 3 أو 4 أيام على عمل درامي في رمضان لكن لا أنا مش متفق مع ده لأن في بعض الأعمال الدرامية اللي من أول حلقة يمكن بس أنت كاي بتتكلم على الكبير أو إزاي خطفها في دخلة مختلفة في أول حلقة لي كذلك برضو بنتكلم على رسالة الإمام تحديدا هو مسلسل تاريخي بيجسد شخصية من الشخصيات المحبة ويعني مقربة لكل قلوب المصريين تحديدا وهو الإمام الشفعي فيعني أنا مبسوط جدا ويمكن من الجمل اللي كانت يعني عالقة في ذهني تحديدا من تاني حلقة لما كان بيتكلم على هكذا أثناء ذهابه مع ابن الوالي يعني ذهابا لمصر تحديدا فبيقوله ليه اخترت مصر وطريها كله مشقة وكله تعب فكان الفنان خالد النبي هنا بيقول هكذا هي مصر دائما لا سهل فيها إلا بعد مشقة ويمكن لو الواحد تابع أي حد من الأشخاص اللي نجحة حقيقي في مصر هيلاقي أنه لازم يكون فيه مشقة فيه تعب وبعد كده بيبتدي يعني يدوء حلاوة هذا التعب تحديدا طيب ده فيما يخص مسلسل رسالة الإمام لأن احنا لو هنتكلم على رسالة الإمام خليني علق بس على رسالة يعني خليني علق على رسالة الإمام ممكن أنا ما شفتهش غاية دلوقتي لكن طبعا التعليقات عليه رهيبة وعايز يتفرج عليه يعني هرجع تفرج بقى على واطشت كده من الأول بقى شوفوه الحلقات كلها في الحقيقة اختيار خالد النبوي دايما يعني ما فيهوش غلطة عارفت الحيث اللي هو الحصان اللي سود حقيقي ما فيش حد بيراهم عليه حتى لو هيعمل إعلان انت خالد النبوي بيعرف يتقمص الشخصية ويعيش الدور اللي هو فعلا داخله وبكل هدوء يعني يتحس ما فيش أي ضجة عملت قبل المسلسل المسلسل نزل من أول حلقة الحقيقة لا خلينا نقول إنه اكتسح لأني حينا بنتكلم على الشركة المتحدة ونجاحها بحقيقة فكرة اللي هو إحنا عارفين إحنا داخلين هنبهر الناس بعمل أو أعمال درامية حقيقية مش بربجاندة بقى مش هعمل شو وهلع حوالين المسلسلات بتاعتي فابتدي اللي أنا إيه يمكن تكعبلي في حلقة ولا اتنين وبعدين ابعد لأ إحنا النهاردة بنتكلم على عمل درامي قادر على المنافسة عمل درامي مجرد ما بتعرضي حلقة أو اتنين منه بتبتدي يعني كل الناس صغير وكبير يلتفوا حوالين الشاشة عشان يتفرجوا على ده متفق معاكي تماما يا بسانت في أحمد أمين والصفار كوميديا هيلة عارفة الكوميديا اللي ما فيهاش إسفاف الكوميديا اللي فيها احترام لقيم وعادات وتقاليد كل بيت مصري كنا زمان بنشوف كوميديا مبتزلة كوميديا فيها إفهات يمكن إفهات لها إحاءات إلى حد ما ليه حاجات مش من قيمنا ولا عاداتنا في بيوت مصر لكن وده برضو على فكر حاجة من الحاجات اللي تحسب للشركة المتحدة اللي بقى فيه أو بنفلتر ده نقدر نضحك على فكرة يا جماعة بعيدا عن الحاجات المبتزلة أعرف كم اللي عجبني إيه؟ أنه فيه يعني مساحة حقيقية لأدوار جديدة صحيح لوجوه جديدة أنه فيه مساحة الوجوه دي قدرين أن هما ياخدوها يعبروا عن الكاركترز بتاعتهم يقدروا أن هما يفرشوا يعني خلينا أقول الشخصية اللي هما بيمثلوها صحيح بإفهات شايفين كتير وكتير وكتير من الشخصيات الجديدة أو الوجوه الجديدة اللي قدرين يطلعوا على الساحة النهاردة ومبسوطين بيهم جدا صحيح ويعني وفعلا مختلفين أعرف ما هو ده برضو إنجاز يحسب ليه المنتج والمؤلف طبعا والمخرج فكرة اللي أنا براهن على وجه جديد إذن أنا عندي هنا في حاجة جديدة أو فيه مدخل جديد دخل يا بسانت اللي هو إيه؟ السيناريو اللي مكتوب مكتوب كويس أوي فأي مكان الممثل اللي أنا هجيبه طالما يقدر يأدي خلاص مش هعتمد بقى على النجم وزماني يعني برضو قعدنا لسنين طويلة أوي كان اللي بيتصدر المشهد هو واحد والباقي كله كان مظلوم النهاردة فيه فرص عمل لمئات من النجوم الصعاديني زي ما شفنا الدوم وشفنا كابتان وفكرة اللي انت بتطلعي مواهب جديدة نفس القصة بنشوف النهاردة المواهب دي بتاخد فرصة حقيقية ومواهب كمان في الكتابة يعني في الكتابة وفي الإخراج قادرين نشوف النهاردة واخرجين طبعا أدام جدا وبقى لهم سنين في هذه المهنة ولكن في نفس الوقت فيه وجوه جديدة في الكتابة وفي الإخراج قادرين ان هم يعني يقدموا لنا محتوى احنا قادرين نشوفه بطريقة مختلفة بالذات زي ما بيقولوا جانريشن زي لازم النهاردة يبقى كل الأجيال قادرة ان هي تحس بألفة مع المسلسل قادرة ان تحس المسلسل بالضبط بيكلمها حقيقي لو احنا تكلمنا على ده طبعا دائما وأبدا لن تنتهي بطولات الجيش المصري فهنلاقي الكتيبة مية واحد موجودة في عمل درامي بيجسد يعني البطولات والتضحيات وعمل هايل جدا أكتر من رائع برضو يمكن أنا عندي بقى حاجة اللي أنا ببتدي اللي أنا في الوقت ده أختار عمل أو اتنين أتابعهم فأنا ركزت في حقيقة الأمر أكون صريح معاك دلوقتي مع سره الباطع ورسالة الإمام تحديدا والصفارة ومية واحد مستني بقى اللي هو يبقى عندي ستوك من الحلقات عشان أبتدي اللي أنا من كتر ما السياق الدرامي الشديد اللي أنا أكمل مش عاوس حد يقفل الرموت يقفل التليفيذ لا أنا أقفل بمزاكي فأستنى يعد عشر حلقات وبتدي اللي أنا أتفرق على كل حال يعني السنان دي عندنا وجبة دسمة من المسلسلات الرمضانية اللي فيها محتوى مختلف قادرين أو قادر أن هو يعني يخليه كده نستمتع بهذا المحتوى سؤالنا اللي موجود على صفحتنا على فيسبوك إيه أكتر مسلسل تبعتوا من أول رمضان هنستعرض مع حضراتكم إجابتكم وهنتكلم فيها وندردش ونعرف يمكن المسلسلات اللي انتوا حبتوها ونقول لكم كمان رأينا يمكن لو فيه مسلسلات لسه إحنا ما قلناش عنها في الإنترو بنصبح على حضراتكم وأهلا بيكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر نصبح على حضراتكم مرة تانية في صباح الخير يا مصر وزي ما احنا متعودين قبل ما نبدأ فقراتنا نروح نصبح على زملتنا هالة الحملاوي ونتعرف منها على آخر أخبار التقص في القاهرة صباح الخير يا هالة صباح الفل عليك يا هالة صباح الخير يا عبد السمت صباح الخير يا فسانت وكل سنة ونتوا طيبين بما أننا الفريق النهاردة فسانت معنا الأول مرة في رمضان طيبة يا هالة وعايزين نعرف منك يعني أو نسألك سؤال الحلقة إيه أكتر مسلسل تبعتي من أو رمضان أنا ملحيتش أتابع يعني كل حاجة أنا شايفة في حاجات كتير بس أنا وقت الفطار لازم الكبير ده من سنين يعني ده من ساعة ما بتدى وقت الفطار مسلمات خلاص خلاص أحب جدا بحب أحمد مكي يعني جدا واتفرجت على السير والباتة وعلى الصفارة شفت حلقة واحدة بس من كتيبة مية واحد بس ملحيتش أكمل بس يا هالة قلت اللي أنت انتقيتي يعني أنا بالنسبالي من أفضل وأقرب الأعمال اللي أنا شايفة برضو أنت تتكلم يا عبدالسامد أنا عايزة ألحق أتابع الإمام وعايزة أتجان فيه حاجات برضو بس لأ مفيش وقت الكل ده ممكن آه ممكن بعد رمضان بقلب يعني طالما عرفنا الفيدباك عن المسلسلات عمنا بيكون فعلا فيه جود فيدباك يعني من الناس يهمنا بقى يعرفنا يعني إيه اللي بتتبعيه برضو أكيد الكل يهموا يعرف حالة الطقس تحديدا بعد التقلبات اللي شفناها من الداخل إحنا عندنا دلوقتي بريف عن الطقس لكن بعد شوية هنتكلم عن الطقس بالتفصيل خلونا نستعرض مع حضراتكم دلوقتي جولة سريعة عن أحوال الطقس النهاردة الطقس هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال السعيد فيه أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري كمان فيه فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء فيه النهاردة الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السعيد درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 22 أقل درجة حرارة هتكون في أسوان 27 وأقل درجة حرارة في كاترين 15 هنتبقى مع حضراتكم التقس بالتفصيل بس بعد شوية أهلا بحضراتكم من جديد والنهاردة عندنا مجموعة من الأخبار والموضوعات والفقرات اللي بتهم حضراتكم لكنه كالعادة خلونا الأول نبتدي بالأخبار اللي حصلت إمبارح واللي كان أبرزها اجتماع سيد رئيس عبدالفتاح السيسي لمتبعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة ده يا بس أنت يمكن الأخبار كانت كتيرة جدا إمبارح من أهمها أيضا عقد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء لاجتماع الاجتماع ده تم من خلاله استعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وكمان من بين الأخبار الموجودة معانا أيضا أن القوات المسلحة نظمت معرض لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهدات نتابع تفاصيل في سياق هذا التقرير في مجموعة من الأخبار المهمة اللي حصلت إمبارح أبرزها اجتماع الرئيس عبدالفتاح السيسي لمتابعة جهود وزارة العدل في سرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة وخلال الاجتماع تم التأكيد على أنه لم يعد يتبقى من الدعاوة المتدولة أمام المحاكم الابتدائية سوى ست دعاوة أسرى قبل عام 2021 و2227 دعوة مدنية قبل عام 2020 وهو ما يمثل طفرة ملموسة مقارنة بالأوضاع اللي سادت لفترات طويلة إمبارح عقدت دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وأشر رئيس الوزراء لتكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن تتولى كليات الهندسة في جامعة القاهرة وجامعة عين شمس وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري ودفضوء التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير إذ يعد الطريق الدائري أحد الطرق الرئيسية للوصول للمتحف انبرح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك افتتاح مدير جامعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابيل عمليات الحربية واللي هيستمر لحد يوم 30 مارس الجاري بمقر جامعية الوفاء والأمل بمدينة نصر واللي بيأتي تزامناً مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم وبيضم المعرض العديد من منتجات أعضاء جامعية المحاربين القدماء من أعمال الخزف والنحت والحفر على النحاس والرسم على الزجاج والمنتجات الجلدية والخشبية والمنسوجات ده بالإضافة لمنتجات الجامعية من الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية المعروضة للمواطنين من العسكريين والمدنيين انبرح أيضاً نشر المتحدث العسكري للقوات المسلحة على صفحته الرسمية على فيسبوك إن أكاديمية نصر العسكرية للدرسات العليا نظمت عدد من لقاءات نقل الخبرة لداريس الأكاديمية واللي بتأتي في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على زيادة المعرفة والوعي والإدراك الصحيح لداريس الأكاديمية بكل ما يدور حولهم من قضايا وموضوعات هروح دلوقتي مع حضراتكم لأخبار المحافظات اللي معنا فيها مجموعة متنوعة من الموضوعات الهمة التي حدثت بالأمس في محافظات الجمهورية المختلفة اللي يمكن أهمها الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى زفتة بالغربية بنسبة بتصل لـ 85% نروح أيضا لمحافظة بني سويف اللي فيها تم تنفيذ مبادرة موائد فرحة رمضان اللي بتستهدف توزيع مليون وجبة على مدار أيام الشهر الكريم كمان يا أحمد مبارح في المحافظات تم إجراء عشر عمليات زراعة قوقعة للأطفال في مستشفى الهلال للتأمين الصحي في سهاج وكمان انطلاق عمل القوافل الدعوية للأظهر الشريف من محافظة الإسماعيلية وأخبار تانية كثير هنعرفها في السياق التقرير اللي جاي محافظات مصر شاهدت مبارح أخبار وأحداث كثيرة البداية من الغربية اللي تم فيها إعلان الانتهاء من مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة في قرى زفتة بنسبة 85% في بني سويف تم تنفيذ مبادرة موائد فرحة رمضان اللي بتستهدف مليون وجبة على مدار الشهر الفضيل بواقع 1800 وجبة يومياً بالمحافظة بجانب إقامة فعاليات توعية ومسابقات بهدايا قيمة في سهاج أعلنت الهيئة العامة للتأمين الصحي إجراء عشر عمليات زراعة قوقعة للأطفال خلال 24 ساعة بوحدة زراعة القوقعة بمستشفى الهلال للتأمين الصحي وده ضمن المبادرة الرئاسية للانتهاء من قوائم انتظار مرضى الجراحات والتدخلات الطبية الحارجة في كفر الشيخ شهدت المحافظة وصول 1500 شنطة رمضانية لتوزيعها على الأسر الأولى بالرعاية والمستحقة بقرى ومدن المحافظة ضمن مبادرة حياة كريمة فأسوان تم تنظيم قافلتين طبيتين داخل قرية عزبة العرب اتبع لمركز كومومبو ومنطقة الشلال اتبع لمركز أسوان ونجحت القوافل الطبية دي في إجراء الكشف الطبي لـ 2539 مواطن ومواطنة في الإسماعيلية استقبلت المحافظة القافلة الدعوية اللي أطلقها الأزهر الشريف لنشر صحيح الدين الإسلامي وتصحيح المفاهيم الخاطئة وتعميق معنى حب الوطن وبيان سماحة الإسلام ووسطيته في الأليوبية تم تنفيذ أعمال رفع وتركيب كبري مشات التلاجة بميت نمى بحي غرب شبرى الخيمة وده بعد إصلاحه وترميمه بالكامل ضمن أعمال الصيانة العجلة اللي تمت فور سقوط الكبري إثر استضام سيارة نقل محملة بحفار تجاوزة ارتفاع الكبري ايه أكتر مسلسل تبعته من أول رمضان؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحيتنا على فيسبوك سألنا حضراتكم وجاوبتم على السؤال ده وخلونا نستعرض شوية من إجابتكم ونبتدي بأستاذ محمد فقاد اللي بيقول صباح الخير عليكم وعلى كل المشاهدين لحقيقة الشركة المتحدة عاملة مجهود ضخم جدا وأكتر مسلسل تبعته الكتيبة 101 والصفارة وجميلة وضرب نار يعني منقي برضو مسلسلات من الآخر طيب فيه الأستاذ علاء هارون بيقول صباح الخير أحمد وبسانت أكتر مسلسل الكبير أوي رمضان كريم وكمان بتابع جعفر العمدة كل سنة وانتم طيبين وأسرة برنامج صباح الخير بألف خير أستاذ نرمين هشام كمان بتقول صباح الخير يا أحمد وبسانت كل سنة وانتوا طيبين كل سنة وانتوا طيبة رمضان كريم عليك وينعاد عليك بالخير يا رب المسلسلات اللي متابعها في رمضان هي الكبير والكتيبة 101 ورسالة الإمام وصباح الفل عليك فيه عبد الحكيم فهيم الحايس بيقول صباح الخير يا مصر صباح الخير عليكم وكل سنة وانتم طيبين رمضان كريم جميل أوي مسلسلات رمضان وأكتر مسلسل بحبه هو كتيبة 101 حاجة مشرفة وعظمة العظمة يعني كمان أستاذ عبير بتقول أن هي بتحب تتابع البرامج يمكن أكتر من المسلسلات وممكن برنامجها المفضل هو صباح الخير يا مصر احنا بنشكرك يا أستاذ عبير ويعني مبسوطين أن انت بتابعينا مصر أنا متفق معاك يا أستاذ عبير يعني أنا برضو بحب البرنامج ده بصراحة يعني ومن أكتر الأمل الحلوة في رمضان حي نشهد يا نفسينا بقى شوية حي طيب فيه علاء عبدين بيقول أنا مش عارف أتابع إيه ولا إيه من كتر المسلسلات رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير يعني نتمنى نكون الدنات كده يعني فكرة عن المسلسلات وعن إيه الحلو فيها وانت بقى تشوف اللي انت حابه لو حاببت تشوف أكشن أو تاريخ أو كوميدي إحنا قلنا لك كابسولة كده تلخيص فيه كمان أستاذة ميار بتقول بتصبح علينا بنصبح عليك يا أستاذة ميار وكل عام وأنتي طيبة مسلسل كتيبة 101 طبعا أنا عجبني أن الناس كتيرة بتقول على المسلسل الحلوة أنا هتفرج عليهم أتمنى على السامي لأ مش فكرة حلو أنا عجبني أن بقى في عندنا في الزوء العام في مصر فكرة أنه عندنا مسلسل ديني والناس كلها بتكتمع عليه ويقوله أنه حلو وليه نسب مشاهدة عالية جدا وهو رسالة الإمام برضو أيضا مسلسل بنتكلم على من المسلسلات اللي بتجسد بطولات الجيش المصري وبرضو ليه نسبة مشاهدة والناس بتتفرج علي عشان كان زمان الدراما زمان كان بتتكلم وهنا كان نتكلم بقى يعني ما قبل دخول الشركة المتحدة في الدراما وتنظيم الشكل ده بقى تحديدا كان زمان كل الناس كانت بتروح للحاجة السهلة فكرة أنه أنا أجيب واحد بلطاجي هو ده الأسطورة الموجودة اللي الناس كلها بتلتفح حواليه وخلاص ويبقى هو ده المثل أو القيمة بتاعتك اللي بقت موجودة في المجتمع لأنه نهاردة أنت عندك ده وده والناس بتتفرج وبتتبع يمكن ده بيأكد كمان اللي احنا يمكنك كنا تكلمنا فيه أنه فيه تنوع النهاردة قادرين نشوف وجبة مختلفة وزي ما تكلمنا أنه النهاردة فيه التاريخي وفيه الأكشن وفيه الكوميدي وفيه الوطني وفيه وعي بقى عند المشاهد النهاردة زي ما أنت قلت بتشكلي بتعملي حالة تشكيل الوجدان حالة حقيقية فكرة اللي أنا بديلك حاجات من الواقع اللي بيحصل اللي احنا عايشين فيه مش أنا مغيب على أرض الواقع أو لو فيه حاجة كانت دخيلة أو عارضة موجودة في وقت من الأوقات مش هي دي مصر ومش هم دول المصريين اللي طول حياتهم يعني معروفين بالجدعانة والقيم والمثل والمبادئ والعادات والتقاليد اللي دايماً احنا محافظين عليها وهنظل نحافظ عليها مهما حصل من متغيرات خلينا برضو على نفس السياق اللي احنا بنقوله فيه رومي محمد بيقول التمثليات قصتها بتكون طويلة وعاوز نفس طويل ماليش فيها أما الأفلام فقصتها يعني بتتفضف قاعدة وخلاص أنا بيتهيأ لي اختراع التمثليات زي شهرزات علاقة شهريار ومشاري يعني مسلسأة هو فيما معنان هو بيكلم بس أشان كده في بعض المسلسلات عشر حلقات خمستاشر حلقة عندنا مسلسلين في المتحدة اللي لم يكن أكتر منهم مسلسل أعتقد أحمد السقة ده لسه هيتعرض ومسلسل دنيا سامير غين خمستاشر حلقة وفيها نوع من أنواع الإقاع السريع اللي بيتماشى مع المتغيرات اللي موجودة دلوقتي طلبك عندنا يعني أستاذ كحلاوي فتحي محمد بيقول بيصبح علينا من قصيوت صباح الفل عليك أحلى رمضان عشرين تلاتة وعشرين يا رب بكل الأيام تبقى أحلى من بعض مسلسل كتيبة مية واحد وقبل ما نروح الشغل لازم أشوف صباح الخير يا مصر أحلى برنامج احنا بنصبح عليك ومتمنى لك يوم جميل النهار ده في شغلك ويعني رمضان السنة دي بقى جميل كده زي ما أنت بتقول وكل يوم يبقى أحلى بيوم العالم بس يعني فيه تعليق هو ممكن تسمحيني اللي هو يبقى آخر تعليق طب لأن الأستاذ ميدو محمد ميدو محمد عارفها اسمه يعني رباعي تقريبا حطه يعني طيب سيد ميدو بيقول مفيش ولا مسلسل يستحق المشاهد عارفها يعني نظرة تشاؤمية على السنة يعني هل أستألك يا سيد ميدو هل حضرتك تابعت ولا مثلا بتفضل إن انت تكون شهر رمضان بالنسبة لك هو شهر عمل وشهر عبادة تحديدا وانا هتطفق معاك مية في المية بس بما إنك بتتكلم لو هو شهر عبادة خد بقى كده معاك مسلسل رسالة الإمام مالوش علاقة خالص بأي حاجة من أنواع الدراما قصة تاريخية ويمكن طبعا الإمام الشفعي اللي كلنا بنعتز به بتعرف إيه قصته خدوا جنب كده الأعمال الدينية اللي انت بتعملها قلنا يعني إيه السبب إنك شايف كده على كل حال ده سؤالنا الموجود على صفحتنا على فيسبوك ولسا مكملين معاكم يمكن استعراض إجابتكم لكن دلوقتي نروح لفاصل ومن بعده نرجع نكمل بقية فقراتنا خليكم معنا شهر الخير كل سنة وحضراتكم بألف خير ونعاية كده علينا يعني باليوم والخير والبركات وخلونا دلوقتي نروح مرة تانية لزملتنا هلا عشان نعرف منها أخبار التقص بالتفصيل هيبقى عامل ازاي النهاردة أهلا بك هلا مرة تانية شكرا يا فسانت شكرا يا عبدالصمم أنت كنت بتسأل على الجو هنعرف دلوقتي بالتفصيل مع دكترا منار مع دكترا منار يعني العزيزة اللي بتنورنا دايما أهلا بكم مرة تانية هيئة الأرصاد بتتوقع أن النهاردة التقص هيكون مائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية وشمال السيد معتدل على السواحل الغربية ودافئ على جنوب سيناء مائل للحرارة على جنوب السيد وبالليل الجو هيكون بارد على أغلب الأنحاء في النهاردة أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الواجه البحري وكمان فرص أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على السواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء النهاردة كمان في شبورة الصبح شبورة مائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والواجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال السيد خلونا نتعرف على تفاصيل الجو النهاردة من الدكتورة منار غينم عضو المركز الأعلاني بهيئة الأرصاد الجوية صباح الخير يا دكتورة منار صباح الخير على حضرتك أستاذ هالة وصباح الخير على كل أستاذ المشاهدين أهلا بك يا تامة أهلا بك حضرتك إحنا شفنا في الكام يوم اللي فاتوا تقلبات جوية وبدأ النهاردة الجو يبقى مشمس شوية فهل إحنا كده رجعنا لفترة الاستقرار ولا لا؟ بالفعل اليوم هنشح التحسن واستقرار في الأحوال الجوية بعد موجة عدم الاستقرار في الأحوال الجوية لشهدناها أمس وأول أمس وكان طبعا شهدنا الأمطار اللي كانت متفوتة الشدة ورعضية في أغلب محافظات الجمهورية حتى القاهرة الكبرى وشمال السعيد وقدت كمان لتشفق البعض السيول في سيناء لكن ذاتا من اليوم هيبدأ يأثر علينا مرتفع جوية على سطح الأرض المرتفع الجوية هيعمل على الاستقرار في الأحوال الجوية نبدأ نلاحظ زيادة خطرات سطوع شعة الشمس خلال فترة النهار وتلاشي فرص سقوط الأمطار من على أغلب المحافظات الداخلية طبعا المحافظات الشمالية هيبقى عليها فرص لسقوط الأمطار الخفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية ومناطق من شمال الوكهة البحري أمطار خفيفة المتوسطة على سواحلنا الشمالية الشرقية وبعض مناطق من شمال سيناء لكن مجمع الأمطار اليوم أقل بكثير من شهدناه خلال أيام الماضية غير مؤسس سماما على أعمال الأمطار اليومية ونسب الحدوث كمان ضعيفة فالأجواء مستخرة بشكل كبير من حيث الأمطار النهارة كمان ضربات الحرارة هتعتدل وتكون فيها عفدال عن الاتفاعات اللي كلها بنشهدها خلال أيام الماضية يمكن احنا من الأمس بنشهد انقصاد في ضربات الحرارة تعتبر ضربات الحرارة حول المعدلات الطبيعية لها في مثل هذا الوقت من العام اليوم العظم على القاهرة الكبرى ومتوقع أنها تكون 22 درجة مقاوية خلال فترة النهار فبالتالي هنحس بالأجواء الأشبه بالأجواء الشيطية المائلة للدفء خلال فترة النهار على أغلب محافظات شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد أجواء نقوم دافية على جنوب الصعيد خلال فترات النهار فترات الليل بيكون في فرق كبير من فترة النهار وفترة الليل فترات الليل هتظل فيها الأجواء باردة خاصة في ساعات الضبط يعني واضح أن انقطع الاتصال مع دكتورة منار لكن بنشكر حضرتك يا دكتورة منار عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية على تفاصيل التقس النهاردة تعالوا مع بعض نتابع درجات الحرارة المتوقعة النهاردة درجة الحرارة العظمى النهاردة في القاهرة 22 والصغرة 13 وفي العاصمة الإدارية 22-13 في الإسكندرية 20-14 وفي العالمين الجديدة 20-14 في مطروح العظمى 19 والصغرة 14 وفي دميات 22-14 في بورسعيد العظمى 22 والصغرة 14 وفي الإسماعيلية 23-13 أما في السويس في درجة الحرارة العظمى 23 والصغرة 13 في العريش 22-13 وفي كاترين درجة الحرارة العظمى 15 والصغرة 4 أما في طوبة في درجة الحرارة العظمى 20 والصغرة 14 في حالية درجة الحرارة العظمى 26 والصغرة 16 وفي شلاتين العظمى 27 والصغرة 17 في شرم الشيخ العظمى 25 والصغرة 15 نفس درجة الحرارة في الغردقة العظمى 25 والصغرة 15 أما في الفيوم في العظمى 24 والصغرة 12 بني سويف 24-12 الودي الجديد 27-12 وأسيوت 24-12 في سوهاج 25-13 وفي إنا 26-15 في الأقصر 27-15 وفي أسوان 27-16 وانتهت دلوقتي نشرتنا الجوية المفصلة نرجع تاني لبسانت ولي عبدالصمت علشان خاطر نكمل باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر شكرا لك يا هلا بنشكرت خليوني دلوقتي نتابع مع بعض الأخبار اللي هتحصل النهاردة وكمان مطش منتخب مصر الأولمبي اللي هيتلاعب أمام زامبيا في إياب المرحلة الثالثة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب بالنسبة للأخبار المهمة اللي هتحصل النهاردة فهيصل نائب رئيس مفوضية الاتحاد الأوروبي مارجريتي السيكيناس لمصر في زيارة بتستمر لمدة 30 يم الزيارة بتعد فرصة لتعميق التعاون بين الاتحاد الأوروبي ومصر في مجالات المهارات والتعليم والتنقل مع منقشة خطوات ملموسة على المستوى السياسي والعملي لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بإدارة الهجرة ومتابعة توجهات اجتماعات المجلس الأوروبي الأخيرة النهاردة وفي تمام الساعة العشرة صباحا هيبدأ الحجز إلكترونيا لـ 10,872 وحدة سكنية بمشروع جنة وده لمن قاموا بالتسجيل إلكترونيا وسددوا جدية الحجز الخاصة بتلك الوحدات النهاردة منتخب مصر الأولمبي هيكون في مواجهة نظير ومنتخب زامبيا في إياب المرحلة الثالثة والأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا تحت 23 سنة في المغرب وكانت مباراة الزهاب أقيمت بالدفاع الجوي وانتهت بفوز الفرعنة بهدفين نظيفين ويحتاج منتخب مصر للتعادل بأي نتيجة أو الخسارة بفارق هدف للتأهل البطولة والعودة ببطاقة العبور النهاردة العشاء الكرة الأوروبية موعدهم مع 8 مباريات قوية في إطار الجولة التانية من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لانهائيات اليورو من أهمها مباراة منتخب إنجلترا مع منتخب أوكرانيا الساعة 6 مساءًا أيضا يلتقي منتخب إيطاليا مع منتخب ملطا الساعة 9 لربع وفي نفس التوقيت هلتقي منتخب سوفاكيا مع منتخب البصنة يعني زي ما احنا عارفين وكنا بنتكلم مع حضراتكم إن حلقات مسلسلات رمضان كلها تسلسل درامي كل نوع من أنواع التشويق والسلاسة في العرض تحديدا سواء كانت الأعمال الوطنية أو الاجتماعية والكومودية أيضا الحلقة الثالثة من مسلسلات رمضان كانت كلها أحداث شيقة سواء كانت زي ما قلنا يعني أيما كانت الأعمال الدرامية وطنية اجتماعية كومودية حتى يعني الحاجات الكومودية كمان كان فيها التفاف كبير قوي اليومين اللي فاتوا الحلقات كانت بتزيد وطيرة يعني الأحداث فيها عشان كده في الملخص اليومي بنعرض لحضراتكم أهم الأحداث اللي حصلت في الحلقات الخاصة بمسلسلات رمضان اللي فاتت الحلقات الثالثة من مسلسلات رمضان شهدت أحداث مشوقة البداية من مسلسل الكتيبة 101 واللي شهدت تنفيذ مهمة في قلب نفأ كان موجود في إرهابيين المهمة أصفرت عن القبض على أحد القيادات الإرهابية اللي اسمه أبو عمار وده شكل ضربة أمنية نجحة تعاونت فيها الأجهزة الأمنية مع أهالي سينة بقيادة الشيخ موسى اللي بيجسد دوره الفنان خالد الصوي وفي مسلسل رسالة الإمام بطولة النجم خالد النبوي شهدت الحلقة الثالثة وصول الإمام الشفعي الأرض مصر وبتبدأ رحلة البحث عن رسائل الإمام اللي في ابن سعد مع الإمام مالك مع تلاميزه لجمعه وترتيبه وتدوينه لكن هل يترك لقوا ابن الوالي الأرعن وقت الكل ده؟ موسيقى في الحلقة الثالثة من مسلسل الكبير قوي الجزء السابع طلبت الدكتورة جميلة أخصائية العلاقات الزوجية من مربوحة والكبير خلال أحداث الحلقة إنهم ينفزوا تعليمتها لتعزيز العلاقة بينهم علشان يعيشوا حلاوة البدايات لأنهم اتجوزوا جواز صالونات وممروش بفترة خطوبة في الحلقة الثالثة من مسلسل سوء الكانتو حصل نقاش حاد بين مدام ماري صاحبة الأتلي وروية اللي بتجسد شخصيتها النجمة مية عز الدين المشدة حصلت بينهم لأن صاحبة الأتلي بتعيرها بالديون اللي على والدتها وهنا دخل ابنها يوسف وأبدأ إعجابه بجمال روية اللي استأذنت للانصرف الحلقة الثالثة من مسلسل جعفر العمدة شهدت تصادف مقابلة الفنانة إيمان العاصي بوالدها الفنان طارق النهري قدام بيتها في السيدة زينب وقام بعتبها بعد ما أطعته هو وأسرته بعد ما تسببولها في إسقاط جننها كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل حضرة العمدة أحداث كتير منها مثلا اجتماع درغام أو أحمد بدير بأولاده ومن بينهم بنته كابر بسمة اللي متجوزة من محمود حافظ وأثناء حديثهم عن الدكتورة صفية وعملية الختان عدى من قدامهم شخص مجهول وصوى بالمسدس نحي الدرغام وأطلق الرصاص عليه وبمجرد مشافته كابر حاولت تتفادى أبوها شاهدت أحداث الحلقة الثالثة من مسلسل مذكرات زوج تصاعد المشاكل والأزمة بين رؤوف طارق لطفي وشرين عائشة بن أحمد وحاول رؤوف تحسين حياتهم للأفضل بعد الملل اللي أصابهم وشعوره الدائم بالوحدة وعزمها على العشاء وتكلم معها طيب ده من وجهة نظر مين؟ من وجهة نظر أي حد عائل أنت شغلك الحمد لله ماشي كويس وأنا كمان العيال كويسين في المدارس وفي التمارين وفي الدروس وفي كل حاجة والبيت كويس فيه إيه؟ مالش خديني على قد عائلية وأنا مش طالب حاجة كبيرة مش طالب معكزة يعني بصيحة كشفت الحلقة الثالثة من مسلسل جميلة بطولة ريهام حجاج تفاصيل كتير جميلة راحت لمصلحة الشهر العقاري علشان تعرف الحقيقة من خلال بحثها عن الموظف اللي وثق العقود لولدها من ثلاث سنين تفاصيلة مهينة أنا جاية مخصوصة عشانها أنا محتاجة أقابل الموظف اللي وثق العقود دي بس العقود دي بقى لها ثلاث سنين أيوة إيه مشكلة حتى لو الموظف اتنقل في مكان تاني سهل جدا نعرفه فين دلوقت الحلقة الثالثة من مسلسل علاقة مشروعة بطولة الفنان ياسر جلال شهدت مفاجأة صادمة اكتشف السواء الخاص بعمر خيانة الأخير مع بوسينة بعد ما شفهم مع بعض جوه البيت وهنا انتهت الحلقة عند المشهد دا 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 وحش مسلسل دار بنار الحلقة الثالثة شهدت العديد من الأحداث مهراء اللي بتجسد شخصيتها ياسمين عبد العزيز حست إن واحد من الرجالة ماشي وراها لحد ما اكتشفت إنه جابر أحمد العواطي وهنا قرر يمشي معها على النيل وكلمها عن نفسه وقال لها إن عنده ورشة في الصعيد اسمها الكوماندا وعايز يأجر المحل اللي في أول الشارع وهنا أكدت له مهراء إن المحل ملكها هي وإخوتها وإنها هتتكلم مع أخوتها علشان يأجروا منهم أوه أفتحوا وأقول منه لهم محلها دكانت ايه؟ دي الدكانة دي بتاع تابويا أنا وإخواتي ملكنا يعني أبقى أشوف مكان تقالي زي بعض استنى بس قولي أنت عايزها في إيه؟ يعني كنت عاوز أفتحها أورش الكواتشات كواتشات؟ إيه كواتشات إيدي؟ كواتش كواتش ملاكي نجل عجل يعني بدأت الحلقة الثالثة من أسلسل عملة ندرة بالمواجهة بالندرة نيلي كريم وعبدالجبار جمال سليمان بعد ما فجرت مفاجأة بكتابة الأرض باسمها قبل وفاة بلال علي الطيب وحاول عبدالجبار وأولاده يرجعوها عن قررها لكنها أكدت له أن تنازلها عن الأرض هيكون أمر مستحيل الحلقة الثالثة من مسلسل سر الباتع شهدت أحداث ومعارك كتير بين الفرنسيين والمماليك وبعد هزمتهم شر هزيمة هرب المماليك من قرية شطانوف ونابليون خلاها مقار للحملة وهنا اجتمع أهل القرية واتناشوا حول موقفهم من الحملة وهل هيبدأوا بالهجوم على الحملة ولا هيستسلمون عالم الميتافيرس الافتراضي أصبح متواجده بصورة أو بأخرى شايفينه بيتطور يوم بعد يوم من فترة شهدت فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إطلاق أول قرية افتراضية في عالم الميتافيرس القرية دي بس أنت يمكن هدفها الرئيسي هو تعزيز التعاون الدولي مبين قادة العالم إزاي ده هيحصل؟ هو ده اللي احنا نتعرف عليه من خلال هذا التقرير من فترة شهدت فعاليات منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس إطلاق أول قرية افتراضية في عالم الميتافيرس هدف تأسسها تعزيز التعاون الدولي بانقادة العالم تم الإعلان عن القرية دي تحت اسم Global Collaboration Village بمعنى قرية التعاون العالمية ودي أول منصة في العالم بيتم إطلاقها بهدف عالمي مشترك جوه عالم الميتافيرس لفتراضي موقع منتدى الاقتصاد العالمي قال إن المنصة تم إطلاق النسخة التجريبية منها بشكل رسمي ضمن فعاليات المنتدى السنادي في مدينة دافوس السويسرية وده بالاشتراك مع شركات أسانشر ومايكروسوفت هيكون وظيفة القرية الافتراضية دي التواصل بين دول العالم خصوصاً بعدما أسهمت تقنيات متطورة زي الإنترنت وخاصية اجتماعات الفيديو بالتقريب بين الملايين من البشر ودلوقتي جي دور الميتافيرس للاعتماد عليه في المهمة دي الاعتماد على تكنولوجيا الميتافيرس من المشاركين في منتدى الاقتصاد العالمي جي في الوقت لمشاريع الواقع الافتراضي بتشهد إقبال كبير في مختلف المؤسسات التكنولوجية في العالم مع وجود توقعات بوصول قيمة أسواق تكنولوجيا الميتافيرس لـ 800 مليار دولار في نهاية 2024 وتم إنشاء القرية الافتراضية بالطابع العالمي علشان تعزز التعاون المستدام بين القطاع العام والخاص وتحفز كمان العمل على إحداث التأثير على نطاق واسعة التكنولوجيا كل يوم عن التنبيب فيها نوع من أنواع سرعة الوتيرة الخاصة بالأحدث على أي حال نحن فيه انتظار مزيد من التفاصيل عن القرية دي تحديدا وإزاي هيحدث فيها نوع من أنواع تعزيز التواصل بين قاطة العالم لكن دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز لأهم الأنباء الثامنة صباحا مع هالة فضلي هالة شكرا عبدالصمد التاسع صباحا بتوقيت القاهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجع رئيس عبدالفتاح السيسي بتعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم من أجل تعزيز سرعة الأداء خلال النظر في القضايا جاء ذلك خلال اكتمال الرئيس السيسي مع وزير العدل المستشار عمر مروان تناول متابعة جهود الوزارة في سرعة إنجاز القضايا المطروحة بالمحاكم وعرب الرئيس السيسي عن تقديره لجهود القضاة في سرعة إنهاء قضايا المواطنين معربا عن التطلع إلى مواصلة هذا الأداء الكف بحيث يتم الانتهاء من القضايا المنظورة أمام المحاكم الابتدائية خلال العام القضائي الحالي وخلال الاجتماع طلع الرئيس السيسي كذلك على الموقف التنفيذي لإنشاء مدينة العدالة بالعاصمة الإدارية أعقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض مقترحات تطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وفي مستهل الاجتماع أشار رئيس الوزراء إلى تكليف وزير التعليم العالي والبحث العلمي في وقت سابق بأن تتولى كلية الهندسة بجامعتين القاهرة وعين شمس وضع تصور حضاري لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري وذلك في ضوء التجهيز لافتتاح المتحف المصري الكبير واستعرض الاجتماع مقترحي الجامعتين لتطوير الصورة البصرية للطريق الدائري حيث وجه رئيس الوزراء باستكمال الدراسات التفصيلية لكل منطقة مشيرا إلى أن المقترحين من الممكن أن يتكامل معا لإخراج صورة حضارية للطريق الدائري اتهمت روسيا أذربيجان بانتهاك اتفاق وقف إطلاق النار مع أرمينيا والذي أنهى الحرب بين البلدين في 2020 عبر السماح لقواتها بعبور الخط الفاصل وتخود أذربيجان وأرمينيا منذ عقود نزاعا مسلحا للسيطرة على منطقة ناجورنو كارباخ وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إن وحدة من القوات المسلحة الأذرية اكتازت الخط الفاصل في منطقة شوشة في انتهاك لوقف إطلاق النار المبرم في 2020 أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاجون أنه لا توجد مؤشرات إلى أن روسيا تستعد لاستخدام أسلحة نووية بعد إعلان موسكو نشر أسلحة نووية تكتيكية في بيلاروسيا وقال المكتب الصحفي لوزارة الدفاع في بيان إن البنتاجون رأى تقارير عن إعلان روسيا لافتا إلى أنه سيواصل مراقبة الوضع وأضاف البنتاجون أنه لم يرى أي سبب لتعديل وضعه النووي مشددا على التزامه بالدفاع الجماعي لحلف الناتو أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن حالة الطوارئ في ولاية ميسيسبي نتيجة للدمار الواسع الذي شهدته الولاية بسبب الإعصار المدمر الذي ضربها ولقي 25 شخصا على الأقل مسرعهم إثر الإعصار المصحوب بعواصف رعادية وأمطار غزيرة امتد لمصار يزيد على 60 كيلو مترا ملحقا أضرارا في كثير من البلدات وقالت إدارة الطوارئ في الولاية أن أربعة أشخاص على الأقل فقدوا وأصيب العشرات في حين انقطعت الكهرباء عن عشرات الآلاف في ميسيسبي وألباما وتانيسي شاركت مصر في الجلسة الختامية لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه وعرض وزير الموارد المائية والريهاني سويلم نتائج الحوار التفاعلي حول المياه من أجل المناخ والقدرة على الصمود والذي عقد برئاسة مصرية يابانية مشتركة وفي كلمته أمام الجلسة أشار سويلم إلى أن الحوار التفاعلي تناول قضايا المناخ المرتبطة بالمياه والتدابير المختلفة للتعامل مع التحديات المائية وسبل اتخاذ إجراءات ملموسة في هذا المجال نجحت البعثة الأثرية الأمريكية التابعة لجامعة نيويورك والعاملة بمنطقة معبد الملك رمسيس الثاني بأبيدوس بسهاج في الكشف عن أكثر من ألفين من رؤوس الكباش المحنطة تعود للعصر البطلمي بالإضافة إلى مبنى ضخم من عصر الأسرة السادسة وكشفت البعثة أيضا عن عدد من الحيوانات المحنطة بجانب رؤوس الكباش ومنها مجموعة من النعيج والكلابي والماعز البري والأبقار والغزلان وحيوان النمس والتي يوثر عليها في إحدى غرف المخازن المكتشفة حديثا داخل المنطقة الشمالية للمعبد انتهى موجز التاسعة وعودة الاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل نحن في أحلى أيام في السنة يعني لو نتكلم عن الشهر الكريم نحن في الأيام الأولى من شهر رمضان المبارك ودي أيام الرحمة اللي بيحرص فيها الصايمين على التصدق وكثرة الدعاء والاستغفار وطبعا التقرب لربنا سبحانه وتعالى دا حياة بسانت يمكن الرحمة دي دايما بتكون فيها أنواع مختلفة منها العفو منها التسامح ما بين الناس بعضها البعض خلونا نعرف تفاصيل أكتر عن الرحمة في شهر رمضان شهر الرحمة من خلال ضفنا الكريم اللي بنورنا فيه الستوديو الدكتور محمود السيد صابر عضو مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية صباح الخير يا دكتور صباح النور أهلا وسلام بحضراتك والسادة المشاهدين وكل سلام أنتم خير وطيبين نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعد علينا هذه الأيام ونحن على أحسن حال على الدوام اللهم أمين أمين يا رب يعني خليني أقول لحضرتك في البداية أن أنا أشيد بالمجهودات الكبيرة قوي اللي يمكن الناس بتعملها عشان تساعد بعضها بنشوف الوجبات السريعة اللي يمكن الشباب بيشاركوا فيها عشان يودوها مناطق بعيدة من المحافظات المختلفة بنشوف التكاتف اللي يمكن ما بين الشباب وبعضها ويمكن زي من المشاهد الجميلة وده اللي بيميز شهر رمضان خلينا نتكلم عن الرحمة كمفهوم في البداية دي أكتر صفة يمكن تقررت في القرآن الكريم والنبي صلى الله عليه وسلم ما أرسل إلا رحمة للعالمين إزاي نتعامل مع بعضنا في شهر رمضان وطبعا شهر رمضان أو شهر كده احنا بنقف نقدف فيه نفسنا منه نكمل بقية شهور السنة فبتطلب مننا إيه هو مفهوم الرحمة عندنا في الإسلام بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله وسلم عليه وزاده فضلا وشرفا لديه طبعا إحنا لو نظرنا إلى حال الناس بشكل عام هنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر دايما بمكارم الأخلاق بيأمر دايما بالصفات الطيبة بالصفات الحسنة في كل الأيام وفي كل الشهور لكن في شهر رمضان لو نظرنا إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم هنجد أن حال النبي عليه الصلاة والسلام طول السنة بحال معين إذا دخل شهر رمضان يختلف حاله تماما يعني مش عيب أبدا حتى يقول بحاله صلى الله عليه الصلاة والسلام يعني مش عيب أبدا أن الإنسان يكون بصفة معينة أو بطريقة معينة طول السنة لكن لما ييجي شهر رمضان يغير من نفسه ويغير من حاله ويحسن من أوضاعه أي أمور سلبية بالنسبة ويحاول أنه يتلشاها ويعني ينتهي منها لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هذا حاله دائما فيما روي عنه أنه صلى الله عليه وسلم كان أجود الناس بالخير وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فلرسول الله أجود بالخير من الريح المرسلة يعني حال النبي صلى الله عليه وسلم فيه من الجود ومن الكرم ومن الإنفاقي ومن مراعاة حال الفقير من التكافل والتراحم بينه وبين الناس كل الناس في رمضان أكثر من غيره في أثناء السنة كلها والنبي صلى الله عليه وسلم سيدنا عبد الله بن عباس يشبه الكرم ويشبه الخير من النبي عليه الصلاة والسلام كان أجود بالخير من الريح المرسلة الريح المرسلة دي من صفاتها من أوصافها أنها ريح متجددة دائما يعني نتعلم من كده أن الخير اللي الإنسان هيعمله في شهر رمضان يكون خير دائم يكون خير مستمر أي أن كان نوع الخير وأي أن كانت الطاعة هذا الصدقة الجارية نعم يعني الصدقات بشكل عام مبدأ الصدقة هو موجود طول السنة وكل يوم لكن في شهر رمضان بنلاقي أن ربنا سبحانه وتعالى بيأمر به بالتحديد أكثر من غيره من باقي الشهور فنلاقي النبي صلى الله عليه وسلم يحث الناس ويراغب الناس في الإنفاق ومراعاة حال الفقير فيقول عليه الصلاة والسلام في أبسط الأشياء اللي الإنسان ممكن يعملها من فطر صائما كان له مثل أجره غير أنه لا ينقصه من أجر الصائم شيء يعني مجرد بس أن أنا أفطر صائم حتى لو بشربة مية حتى لو بطمر حتى أي أن كان الإفطار هيكون إيه هذا الأمر اليسير السهل اللي هو بالمناسبة عادة عظيمة جدا عند المصريين إحنا بنبقى ماشيين على الطريق بنشوف كمية الطراحم والتكافل بين الناس في الأمر ده ويعني كأن الناس تحاول أنها تتبرك أنها تأخذ منك ثابب هتأخذ نعم وهذا أمر طيب من العادات الطيبة عند المصريين في شهر رمضان هذه المسألة وهذه العادة الحسنة التي في أصلها عبادة أوصى النبي صلى الله عليه وسلم الناس بها فخلك الرحime هو في الأصل وصف لربنا سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى من أسمائه أنه الرحمن من أسمائه الرحيم كذلك النبي صلى الله عليه وسلم ربنا سبحانه وتعالى وصفه بالرحيم وما في أحد الله سبحانه وتعالى أعطاه إسمين من أسمائه ولا صفتين من صفاته إلا للنبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم ربنا يقول عنه بالمؤمنين رؤوف رحيم والله عز وجل يقول عن نفسه وإن الله بالناس لرؤوف رحيم فنعرف من كده أن وصف الرحمة ده أنه لما أكون بترحم مع الناس بأرحم غيري بتعمل مع غيري برفق وبلين وبإحسان وبمودة وبرحمة وبعقف وتكافل ورفق وبلين كل ذلك من أوصاف النبي صلى الله عليه وسلم بل ذلك من أوصاف الله سبحانه وتعالى نعم دكتور محمود يعني في حيات الأمر ارحم ترحم نعم ويمكن بنقول أن شهر رمضان هو شهر بيعزز أو بيشعل فينا فكرة أننا بصحي حتة الرحمة أننا يبقى عندي نوع من أنواع الرحمة أحيانا قد يفهم البعض أن الرحمة بتكون تجاه الآخرين فقط لكن ممكن تكون الرحمة تجاه نفسي صحيح من خلال تجنبها للمعاصي ازاي ده بيحصل ازاي ده بيحصل أن ربنا سبحانه وتعالى يجعل للإنسان مواسن طول السنة أنه يتقرب فيها لله سبحانه وتعالى وأنه يخلص نفسه من أي شوائب أو أي ذنوب أو أي معاصي نفسي هي أولى أن ترحم من أن أرحم غيري يعني أنا رقم واحد أتعامل مع غيري برحمة لكن في نفس الوقت أنا لابد أن أنظر إلى نفسي أنظر إلى جسدي هذا أني أرحمه أرحمه باجتناب كل شيء ربنا سبحانه وتعالى نهاني عنه أرحمه أني أعمل الطاعات اللي ربنا سبحانه وتعالى أمرني بيها قدر المستطاع هذه رحمة للنفس النفس ترحم بتعويديها على الخير النفس ترحم بتجنيبها للمعاصي ولغضب الله سبحانه وتعالى النفس ترحم بتعويديها على فعل الطاعات النفس ترحم على قربها من الناس وقربك وقرب الإنسان من الناس هو طاعة في حد ذاته فلما الإنسان يعود نفسه على هذا الأمر ويعود نفسه على التراحم وعلى التعامل مع الناس بشكل طيب في حقيقة الأمر هذا يعني رحمة بالنفس نفسها يعني أنا لما أرحم غيري أنا برحم نفسي في نفس التوقيت لأن رحمة الإنسان بنفسه لا شك إنها يعني من أهم ومن أعظم الأمور التي يعني ينجو الإنسان بها أمام الله سبحانه وتعالى يعني إن كنا بنقول إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه ما لا يرحم لا يرحم يعني نعرف من كده إنه قلك الرحمة ده لما أنا أرحم غيري ربنا سبحانه وتعالى هيرحمني وربنا كمان هيرحمني لما أنا أعمل الحاجة اللي أمرني بيها وابتعد عن الشيء اللي نهاني عنه عجل أو بتلف يعني نقول كده يعني التراحم ده زي ما قلنا يعني صفة عظيمة يعني من لا يرحم لا يرحم ده حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني أحد الناس يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم راجل اسمه الأقرع بن حابس من الصحابة ويدخل فيجد النبي عليه الصلاة والسلام بجواره أحفاده الحسن والحسين رضي الله عنهم فالنبي صلى الله عليه وسلم إذا به يقبل أحفاده ريول تعجب يعني يا رسول الله أتقبلوا نصبينكم يعني الأطفال الصغار يعني أنتم تتعامل معهم بالرفق واللين وبالرحمة دي فالرجل يعني تعجب من حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول له إن لي عشرة من الولد ما قبلت أحدا منهم قط عند عشر أولاد ما قبلتش ولا واحد فيهم فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له من لا يرحم لا يرحم بما أنك يعني حضاك ذكرت كده خلينا نتكلم عن بعض الصفات للأسف يعني بتبقى موجودة عند بعض الناس وبعض الإساءات ما ينفعش أن احنا نخفرها يعني احنا بشر في الأول وفي الآخر وغصبا عننا يعني بعض الحاجات كده ما بنقدرش أن احنا نسامح فيها خلينا نتكلم لو إخوات ما بيكلموش بعض بسبب خلافات خلينا نقول سواء ميراث أو أي خلافات تانية يعني شهر رمضان هو حاجة حلوة كده تخلينا أن احنا نبتدي يبقى فينا تاني الرحمة زي ما احنا بنتكلم النهاردة المغفرة العفو عند المقدرة يعني زي ما دايما بنقول إزاي نقدر نطور في نفسنا يمكن صفة المغفرة والتسامح بالذات في الشهر الكريم عشان نخفر للأساء في حقنا نعم لأن الأمر ده يعني حاجة صعبة وحاجة ثقيلة على النفس زي ما حضرتك قلت ربنا سبحانه وتعالى يقول ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور يعني حاجة صعبة وحاجة ثقيلة جدا على النفس أنها تقبلها أو أنها حتى تعملها لذلك الصبر ده جزاء عند الله سبحانه وتعالى عظيم ربنا سبحانه وتعالى لما قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب يعني الأجر ما له حدود ولا له نهاية ولا له وصف يقدر أنه يحيط بقدر هذا الأجر في شهر رمضان ربنا سبحانه وتعالى بيشرع لنا عبادات وطاعات فيها من الألفة والمودة بين الناس وخاصة بين الأهل وبين الأقارب سنلاقي عبادة اسمها صلة الأرحام صلة الأرحام دي أيا كان الأرحام دول الأقارب دول يعني أقارب أقربين أو في بعد في القرابة كل الأقارب هناك صلة بينهم وبين بعضهم البعض ونلاقي إن كلمة صلة الأرحام كلمة الرحم هذه مشتقة من الرحمة كأن الرحمة دي متعلقة بالتراحم بين الأهل وبين الأقارب كأن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا إن أولى الناس برحمتي وأولى الناس بحسن تعاملي هم الأهل وهم الأقارب حتى قال عليه الصلاة والسلام خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي فخلق الرحمة وصلة الأرحام ونزع أي شحناء أو كراهية أو خصومة بين الناس حتى لو كان من الأمور المادية يعني خلاف على ميراث فلان قال لكلمة لا تليق قال لكلمة ما تنفعش يعني هذا الأمر شكى أحد الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني راجل يدخل على النبي عليه الصلاة والسلام ويقول له يا رسول الله إن لي قرابة لي أهل أصلهم ويقطعونني وأحصنوا إليهم ويسيئون إلي يعني أهلي أنا بتعمل معهم قويس بيعملون يوحش بأسأل عنهم ما في أحد بيسأل عني فيقول صلى الله عليه وسلم لما الرجل يسأله أفأس أو أقطعهم فيقول صلى الله عليه وسلم صلهم ويقول له لئن كنت كما قلت فكأنما تسفهم المل ولا يزال معك من الله ظاهير ما دمت على ذلك يعني أنا لما أهجع على نفسي شوية علشان أكون يعني بار بأهلي أكون في صلة رحم بيني وبين الأهل حتى لو يعني الأمر بين وبينهم فيه شيء من المشاكل شيء من الخصومة شيء من الزعل زي ما بيحصل وده طبيعي جدا إن أنا أتقبل الأمر ده وأحاول أن أنا أصلح وأحاول أن يكون في صلة رحم مع الكل حتى من أساء إلي يبقى أنا في الحالة دي ربنا سبحانه وتعالى يكونوا معي إن تفكير اللي أنا أفكر بيه عشان أتغضع عن هذه الإساءات يعني أنا لو طول الوقت أنا اللي بسأل على حد وأنا اللي بطمن على حد وأنا اللي ببر حد صعب إن أنا لو الحد ده ما بيدنيش نفس الحاجة أو حاجة بسيطة منها صعب إن أنا أستمر بده صعب على النفس إنها تتقبل حياة زي كده أصلا حتى لو من أول مرة بالمناسبة يعني النفس إنها تتقبل إن أنا أسأل عن حد وهو ما يسألش عني أو إن أنا أعمله كويس وهو يعمل نوحش حياة صعبا وفيها شيء من الكبرة أو فيها شيء يعني من عزة النفس شوي صحيح وده أمر يعني ليس عايبا في الإنسان إنه يعني يفكر في الأمر بهذه الصورة لكن إحنا عايزين نقول إن أي خلافات أنا أحاول إن أنا أصلحها يعني مش هينفع برضو إن يكون فيه صلة رحم بشكل طبيعي وبشكل سليم وفيه خصومة أو زعلان مع صاحبي أو زعلان مع جاري أو مع حد من أهلي مش هيتم الأمر أنا لازم أصلح الأمر في البداية وبعدين يكون الأمر فيه شيء من الود وشيء من الرحمة والطراحم والزيارات والسؤال عن الناس أنا دائما أحط قدام عيني أنا بعمل ده لمين أنا بصل الرحم لي علشان الناس تقول عني إن أنا بسأل عنهم لله سبحانه وتعالى ولا لله سبحانه وتعالى لو لله سبحانه وتعالى فأنا لا أنتظر مدحا ولا جزاء ولا شكرا من أحد يبقى أنا دائما أمام عيني كل طاعة وكل عبادة أنا بعملها أبتغي بها وجه الله سبحانه وتعالى وأمتثر في ذلك لهدي النبي صلى الله عليه وسلم النبي عليه الصلاة والسلام لما أهله لهم أهل مكة أخرجوه من بلده بلده اللي هي مكة اللي هي أحب البلاد ووطنه ويعني نشأ فيها وتربى وترعرع فيها حتى قال إنها لأحب بلاد الله الله وأحب البلاد إليه ولولا أن قومي أخرجوني منك ما خرجت أبدا أهل مكة اللي فعلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم الأفاعيل لما يرجع إليه مرة ثانية ويدخل مكة وهو منتصر وهو يعني سيدها وهو يعني شريفها وهو حسيبها ونسيبها النبي صلى الله عليه وسلم يدخل مكة هو بهذه الحالة وهم يعني أضعف ما يكون أحد الصحابة يقول اليوم يوم الملحمة يعني يوم قتال ويوم حرب فالنبي صلى الله عليه وسلم بحسن أخلاقه وبطراحمه وعطفه وكرمه يقول بل اليوم يوم المرحمة اليوم يوم رحمة أهل مكة دول هم أهل النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك إن الإنسان يعني مهما أوذي ومهما فعل به ما فعل فلن يوصل به إلى الحال التي فعل بالنبي صلى الله عليه وسلم فدائما قدوتنا النبي صلى الله عليه وسلم ودايما بنقول إن الخلافات بين الأهل وبين الأقارب الكاسبان فيها خسران ليس حد كاسبان فيها أبدا بكتور أنا عاوز أسألك دي وتحديدا يمكن هندوس على الحتة دي شوية لأن إحنا دائما بنشوف حالة من حالات الفرقة ما بين الأقارب وأحيانا الإخوات الأشقاء والسبب ده ربما زي ما قلت بسانت ميراث ربما قعدت غضب في وقت من الأوقات إزاي أنا كشخص أقدر إلا أنا أطبق المثل وأطبق آيات الذكر المبين وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام وأتغاضع عن هذه المشاكل وحتى لو كان لابد من حل تكون ساحات النزاع هي القضاء والتقاضي وإحنا أخوات خلاص القضاء هيقول كلمته وإحنا أخوات ونبر بعض ونود بعض إزاي نوصل لحلقة أنا أعتقد لو الناس كتير وصلت للمعادلة الصعبة دي هيبقى في نوع من أنواع الرحمة كبيرة أو ما بين بعض والآخر يعني شهر رمضان هو أهم وأعظم فرصة أن نحن نحقق الهدف ده الهدف من الصيام ومن أي عبادة أن يعني تؤثر في تعامل الناس وفي أخلاق الناس لما ربنا سبحانه تعالى يقول كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم نعلكم تتكون هي التقوى دي إنها يعني عبادة وطاعة لا التقوى دي اسم جامعة لكل الخير بما فيه من طاعة وما فيه من معاملة فإن إحنا نوصل للهدف ده ونوصل للنتيجة دي خاصة مع الأهل اللي هم أولى الناس بالمودة وأولى الناس بالرحمة وأولى الناس بحسن المعاملة وبحسن خلق لا شك إنه يبقى المجتمع مجتمع سليم ومجتمع سوي دايما كل واحد خاصة في النزاعات المالية شايف نفسه هو اللي مع الحق وشايف نفسه هو الطرف المظلوم وبل وبيجيب لنفسه مبررات وأعذار إنه يعني يعتدي أكثر وأكثر حتى لو هو المعتدي وهو الظالم عاوز ياخد أكثر وأكثر بمبررات وأعذار بيزيانها النفسه علشان يعيش مرتاح يعيش متطمن يعيش يعني خالي البال ما عندهش أي هموم ولا أي مشاكل لكن إحنا دايما بنقول في المواقف اللي زي كده خاصة في النزاعات المتعلقة بالحقوق وبالأموال والكلام ده لو تركنا الأمر ليه من يفصل في هذه النزاعات يعني إحنا بنشوف أحيانا جلسات عرفية في مثل هذه الأمور وأحيانا برضو بيكون فيها شيء من الجور وشيء من عدم العدل في القضاء بين الناس وأحيانا بتكون بشكل سليم لو المحكمين يعني من ذوي الاختصاص فإحنا لو تركنا الأمر يعني زي ما حضرتك قلت القضاء هيقول كلمته في أي نزاع مالي مثلا سواء على ميراث أو غيره وتبقى في النهاية أواصر الرحمة وتبقى في النهاية الألفة والمودة بين الناس يعني زي ما قلنا أنا أتعامل مع الأهل على أحسن ما يكون للأسف بنشوف ناس كتير جدا إذا خرج من البيت وإذا تعامل مع الناس لما يتعامل مع الناس اللي برة بحال على أحسن ما يكون بحسن أخلاق وبأدب والابتسامة لا تفارق واجهه في العمل مع صاحبه ومع زميره لكن لما يرجع بيته ولما يتعامل مع أهله ما شو رحيم مع أهل بيته زي أصدقاء ما فيش رحمة ما فيش تعامل أصلا صحيح يعني داخل البيت مكشر يتعامل مع الأهل يعني زي ما بنقول كده تقضية واجب هي مسألة وقت بيقضيه وبعدين بيرجع مرة تانية لصحابه والناس اللي حابب يتعامل معهم مع إن أولى الناس بذلك أولى الناس بهذا الخلق أولى الناس بصلة الرحم أولى الناس بالرحمة نفسها هم الأهل هم الأقارب حتى يرحمنا الله سبحانه وتعالى الله سبحانه وتعالى وعدني لو رحمت غيري فالله عز وجل سيرحمني ولا شك إن من الرحمة أن أتعامل مع أهلي على أحسن ما يكون ربنا سبحانه وتعالى يمكن أدينا عبادات كثيرة جدا لنا إحنا كبني أدمين عشان يمكن تقربنا لربنا وعشان ناخد بيها حسانات كثيرة جدا يرزقنا بيها الجنة إن شاء الله العبادة الوحيدة اللي ربنا سبحانه وتعالى ليه هو على طول هي الصيام فإمتى النهاردة العبد يتقرب من الله عشان صيامه يكون صحيح البعض للأسف بنشوفهم صايمين فبلاقي عصبية بنلاقي يمكن أخلاء لطليق بالصيام إمتى العبد يتقرب من الله سبحانه وتعالى ويتعبد ليه العبادة الصحيحة في شهر رمضان المبارك حتى يعني يعمل العبادة دي على أكمل وجه هو ده ناتج من مفهوم خاطئ لبعض الناس شايفة إن الصيام إن أنا منع نفسي من الأكل ومن الشرب وخلاص أنا كده صايم والأمور تمام لبعض الأخر بيجرى على العشرة الأواخر العتق من النار يعني العتق من النار لله عتقاء من النار في شهر رمضان وذلك كل ليلة حديث النبي صلى الله عليه وسلم يعني العتق من النار ده في كل ليلة من ليالي شهر رمضان مش في العشر الأواخر فقط وبعدين إن أنا أأخر نفسي للعشر الأواخر هو في هنا سؤالين هو إلي يخليني أضمن لنفسي إن أنا هعيش أصلا للعشر الأواخر السؤال الثاني هو إلي يضمن لي كمان إن أنا اللي هعمله في العشر الأواخر هيكون مقبول ففكرة أن أنا أتعامل مع الصيام بالمبدأ ده أن أنا مانع نفسي من الأكل ومن الشرب وخلاص وأنا كده صايم ده النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا أنه ليس الصيام من الطعام والشراب وإنما الصيام من اللغو والرفث يعني الصيام الحقيقي مش معناه أن أنا مانع نفسي من الأكل والشرب لا ده معناه أن أنا مانع نفسي من كل شيء يؤذي الغير من كل شيء يضروا الآخرين من كل شيء يغضب الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم بيرشدنا وبيعلمنا أن في ناس تأتي يوم القيامة ولا يجدون أثرا لعبادتهم ولا لطاعتهم فيقول صلى الله عليه وسلم رب صائم ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش يعني يجي من الأيام كده لا يجدوا شيئا من صيامه سوى أنه حرم نفسه من الطعام ومن الشراب طيب الثواب فين؟ ما فيش ثواب لأنه تعامل مع الناس بسوء خلو هو الناس واخد الصيام ده حجة أو مبرر أو عذر إن أنا أتعصب تكلم حد فأقول لك سبني دلوقتي علشان أنا صايم هو أنا صايم دي معناها إن أنا هادي أنا صايم دي معناها إن ما فيش غضب إن أنا صايم دي معناها إن أتعامل مع الناس على أحسن ما يكون صايم كلمة جامعة للخير صايم الصيام يؤثر في السلوك يؤثر في الأخلاق يؤثر في نفسية الإنسان وكمل اتزان النفسي الإنسان يكون عليه يعني نحن نتخيل أن ربنا سبحانه وتعالى لما قال الصوم لي في الحديث الكدسي يعني الصوم لي يعني عبادة ربنا سبحانه وتعالى خص نفسه بها ما هو الصائم ده لو خلى بنفسه سيأكل ويشرب لكن لأنه قادر أنه يضبط نفسه وقادر أنه يمنع نفسه حتى من الحلال من الأكل ومن الشراب لا شك أن الصائم بهذه الحالة وهذه الكيفية عنده من الاتزان النفسي اللي خليه يقدر يتعامل مع المواقف مع الغضب مع الإساءات بضبط النفس على أقصى ما يكون النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصائم فإن سابه أحد أو قاتله يرد عليه لا فليقول إني صائم إني صائم يقولها مرتين مرة الأولى للشخص اللي أساء إليه والمرة الثانية لنفسه يفكر نفسه أنا صائم ما ينفعش أن أقول الكلام ده أنا صائم ما ينفعش أن أغلط في غيري أنا صائم ما ينفعش أن أغضب أنا صائم ما ينفعش أن أحلف بالطلاق في الفاضي وفي المليان أنا صائم ما ينفعش أن أتعامل مع أهلي ومع جيراني ومع أصحابي مع كل الناس بسوء خلق النبي صلى الله عليه وسلم بيعلمنا أن حسن الخلق ده مرتبط بالصيام يعني على أكثر ما يكون فيقول صلى الله عليه وسلم إن العبدة ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم يعني حسن الخلق الإنسان به يصل إلى درجة الصائم القائم يعني اللي بيصلي لله سبحانه وتعالى ولا شك إن سوء الخلق يؤدي بالصائم إلى ضياع أثر العبادة والطاعة والصيام الذي يفعله ويحرم نفسه فيه من طعام أو من شرب صحيح طيب ليه احتلت الرحمة الصدارة في القرآن الكريم من بين كل الصفات اللي موجودة يعني اللي نزلت في القرآن واللي تحدث عنها الرسول عليه الصلاة والسلام يعني الرحمة من أكثر أو هي أكثر الأوصاف التي ذكرت في القرآن الكريم وداله ملمح في أمر دنيوي وأمر أخراوي الأمر الدنيوي إن الناس يتراحمون فيما بينهم دي رسالة إن ربنا سبحانه وتعالى يذكر الرحمة أكثر صفة تذكر في القرآن الكريم مع أن الكلام ده مش فراغ إن أنا يعني لازم أفهم حاجة زي كده إنها رسالة للجميع للتراحم بين الناس كل الناس صحيح والملمح التاني أمر بقى أخراوي يعني لما ربنا سبحانه وتعالى يكونوا رحمانا ويكونوا رحيما بالناس أعرف إن أنا مهما أصرت ومهما أغلطت ومهما فعلت باب التوبة مفتوح أمامي مهما كان ذنبي ومهما كان بعدي عن الله سبحانه وتعالى فالله عز وجل سيقبلني إذا عدت إليه وإذا رجعت إليه الله سبحانه وتعالى ينادي على عباده كلهم ويقول كل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم صحيح فأمر الرحمة ده نعرف منه إن النبي صلى الله عليه وسلم كان متصفا به وهذا اسم من أسماء الله عز وجل الرحمن والرحيم والغفور نعم يعني الله سبحانه وتعالى يحب كل ذلك يحب الرحمة ويحب الرفق ويحب الجود ويحب الكرم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين النبي صلى الله عليه وسلم يعني صلى الله عليه وسلم يعني كلمنا عن يمكن معنى الرحمة في الإسلام وكلمنا عن أول عصر تيام في رمضانية زي ما بيقولوا يعني أيام الرحمة ربنا يجعلنا من الذين يرحمون ربنا يجعلنا من العتقاء من نار ويعني إن شاء الله في رمضان كده إحنا نطور في نفسنا يمكن صفات تستمر معنا بعد رمضان نحنا نبقى رحمين بغيرنا وإحنا نصوم مش بس عن الأكل والشرب لكن كمان عن لغو الحديث عن حاجات كتير جدا جدا حتى يعني نطور كده في نفسنا كل الصفات الجميلة اللي بيدعوا ليها مش بس أكيد دين الإسلام لكن كمان ده أصلا سبب شهر رمضان إن احنا نتعلم صفات جديدة ونقف كده مع نفسنا مرة في السنة نقول لا إحنا محتاجين نغير كل الشكر لك دكتور يعني محمود السيد صابر عضو مركز الأظهر للفتوى الإلكترونية يعني نشكرك على وجودك معنا كل سنة وحضرتك طيب كل سنة وحضرتكم بخير شكرا جدا حضرتكم نورتنا يا دكتور وبيبريك كل سنة وحضرتك طيب شكرا جزيلا شكرا مشاهدين يا دروقتي نسيب حضرتكم لمع فاصل سريع لكن لسه فقرتنا في صباح الخيرية مصر المتواصلة مع حضرتكم حتى العشرة صباحا انتظرون أهلا بيكم لموجز الأهم الأخبار الرياضية المحلية والعالمية المسؤولين في منتخب مصر أكدوا أنه لا توجد أي إصابات داخل الفريق بعد مباراة ملاوي في تصفيات أمم أفريقيا وأن كل اللعيبة جاهزة لمباراة العودة خصوصا وأن مباراة الذهاب شهدت تدخل عنيف من لعب ملاوي مع أحمد حجازي اللي ويع على الأرض إلا أن تقارير طبيب المنتخب أكدت أن حجازي جاهز تماما للسفر لملاوي رجارو ميكالي المدير الفني لمنتخب مصر الأولمبي أكد أن مباراة فريقه قدام زامبيا في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة مش هتكون سهلة على الطرفين وقال ميكالي في المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة أن منتخب زامبيا قوي وعنيد وده اللي ظهر لنا ولمسناه في لقاء الذهب كمان منتخب مصر الأولمبي اختتم استعداداته لمواجهة زامبيا في إياب المرحلة الأخيرة بالتصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا تحت 23 سنة في المغرب منتظم ياسر إبراهيم مدافع فريق النادي الأهلي في التدريبات الجماعية واللي أقيمت مبارح على ملعب التتش بالجزيرة وقال الدكتور أحمد أبو عبلة طبيب الفريق أن ياسر إبراهيم تعافى من أثار إصابته الأخيرة بكدمة في الصاق وانتظم في التدريبات الجماعية بشكل كامل وتأهل فريق فيوتشر لربع نهائي كأس الرابطة بالفوز على فريق طلاق الجيش بركلات الترجيح بالنتيجة 3-1 في المباراة اللي جمعت الفرقتين على استاد بيترو سبورت ضمن منافسات دور 16 في بطولة كأس رابطة الأندية المصرية لكرة القدم في نسختها التانية منتخب المغرب حقق فوز تاريخي على منتخب البرازيل بنتيجة 2-1 في المباراة الودية اللي جمعتهم في الساعات الأولى من صباح اليوم في ملعب طنجة خلال فترة التوقف الدولية الحالية جي الهدف الأول عن طريق النجم المغربي سوفيان مفال في الدقيقة 29 في الشوت التاني تعادل النجمة كاسيميرو للبرازيل وفي الدقيقة 67 قبل ما يسجل البديل عبد الحميد صبيري الهدف التاني للمنتخب المغربي في الدقيقة 79 منتخب أسبانيا حقق فوز كبير على منتخب النرويج بنتيجة 3-0 في المباراة اللي جمعتهم في افتتاح منافسات المجموعة الأولى من تصفيات أمم أوروبا يورو 20-24 نجح المنتخب الأسباني في تحقيق الفوز خلال ظهوره الأول تحت قيادة المدير الفني الجديد لويس ديلافوانتي واللي تولى القيادة خلفاً للمدير الفني السابق لويس إنريكي منتخب كرواتيا تعادل مع منتخب ويلز بنتيجة 1-1 في المباراة اللي جمعتهم ضمن منافسات المجموعة الرابعة في التصفيات المؤهلة للنهائيات كأس أمم أوروبا 20-24 في ألمانيا وفي نفس المجموعة حقق منتخب تركيا الفوز على منتخب أرمينيا بنتيجة 2-1 منتخب ألمانيا فاز على منتخب بيرو بنتيجة 2-0 خلال المباراة اللي جمعت الفرقتين في اللقاء ودي خلال استعدادات لمطشاط يورو 20-24 اللي هتتلاعب على أرضه وبين جماهيره فريق ليفر بول الإنجليزي فاز على فريق سلتك الإسكتلندي بنتيجة 2-0 في لقاء الأساطير اللي جمعهم على ملعب أنفلت وسجل سنائية ليفر بول خلال اللقاء ستيفن جيرارد قائد الردز السابق من ضرب الجزاء بالإضافة للشيلي جونزالس خلصت نشرتنا رياضية نعود لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر مع باسانت ومع عبدالصمت شكرا لك يا هلا ويعني لسا مكملين بقيت فقراتنا في صباح الخير يا مصر ويمكن الفقرة دي تحديدا هي فقرة بتخص أو بتهم كل المدخنين المدخنين كلهم بقى يجمعوا هنا علشان احنا عارفين أن المدخنين تحديدا في رمضان بيكون لهم ظروف استثنائية لأن المدخنين عمتا في رمضان وفترة الصيام ممكن يكون عندهم نوع من أنواع العصبية نوع من أنواع التوتر اللي هم بيرجعوا أن السبب الرئيسي فيه أن ما فيش السجارة اللي بتقدر لها تظبط اليوم خاصة مع أول أيام رمضان لأن الجسم بيكون لسا ما تعودش على فكرة عدم التدخين أو منع التدخين في ساعات النهار تحديدا وبالتالي المود ما بيكونش في أبهى صوره أو في أفضل حالاته وبيظل الشخص أو يظل الشخص المدخني بس أنت هو أسير السجارة دي أنا يعني أعرف ناس كده فاهم له وإيه بيفطروا على السجارة يعني مش علكم بيت الميا على السجارة إزاي المدخن يقدر أنه يتجنب أي توطر أو ألأ أثناء الصيام ويعود الجسم بقى على النظام المتبع في رمضان وممكن كمان ده يكون فرصة ليه حلوة أنه يقلع عن التدخين ويكمل بقى من بعد رمضان من غير تدخين من غير عصبية من غير توطر من غير ألأ من غير الجو اللي هو بيعيشنا فيه كل ده هنعرفه من ضفتنا اللي موجودة في الستوديو دكتورة إيمان المركبي أستاذ طب المخ والأعصاب والطب النفسي بكل طب جامع عين شمس نوراني يا دكتور أهلا بك كل سنة وانسي طيبة الله يخليك وصباح الفل وإن شاء الله رمضان كريم على مصر والأمة الإسلامية جميعا وبجد موضوع النهاردة بجد موضوع مهم جدا وبنقابله دايما في العيادات الناس بتبقى عصبية بسبب الإقلاع على التدخين طبعا في وقت الصيام فطبعا أحب أقول لهم أن أول حاجة لازم كنا نبتدي من قبل رمضان يعني طبعا لو ما لحقناش تخفيف واحدة واحدة لو ما لحقناش السنة دي يبقى من السنة الجاية وفي نفس الوقت هنقول نبتدي إزاي ده وطبع الموضوع مهم عشان كده احنا جايبين حضرتك معنا لأننا ما جبكيش جرفة الحاجات المهمة لكن خليني أعرف بس هو هل حقيقي المدخن بيظل أسير هذه السجارة فعلا يعني هو بيحس بتوتر وبيحس بعصبية والسبب الرئيسي فيها هو فكرة النيكوتين اللي مش داخل جسمه بالضبط لأن ده إدمان هو السجار عبارة عن إدمان ليه إدمان؟ لأن أنا أول حاجة ما بقدرش أمن عن نفسي أن أنا أشربها تاني حاجة لما بشربها بشعر بنشوة وبشعر بحسيس حلوة وأول ما ببطلها بشعر بالعكس أعراض انسحاب واصدوع وضوخة وعصبية وتوتر وعدم تركيز فإذن وليها أعراض انسحاب زيها زي أي مخدر أو أي مادة إدمان يعني صحيح فإذن هي إدمان؟ آه هي إدمان شايفيه ناس تقول لك أسانا لا ده مش إدمان ده أنا متعود عليها الكلمات بقى اللي هو إيه أنا بحس كده يعني مش السجارة دي هي اللي هتخلي ده السجارة دي استعبد فعلا السجارة بتستعبد الإنسان فإحنا لو فكرنا فيها وتعاملنا معها على إنها إدمان هنحترم الموضوع جدا ده إدمان ومحتاج فعلا مساعدة يعني الناس اللي بتشرب علبتين وتلاتة سجاير تخيلي في رمضان هيعمل إيه؟ مأساة لازم هيحصل أعراض انسحاب شديدة جدا فالمفروض إن قبل رمضان أبتدي أقل العدد السجاير اليومية اللي أنا بشربها وفي نفس الوقت لازم أدخل حاجات تانية في حاجة اسمها بدائل النكوتين بدائل النكوتين دي ممكن تستخدم بتبقى عبارة عن لبان أو لزقة أو حاجات استحلاب دي كلها بدائل نكوتين أقدر أستخدمها وقت ما حس إن أنا تعباني مثلا أنا جات لي دلوقتي الرغبة في إن أنا عايزة أشرب سجارة تمام؟ طبعا بعد الفطار في رمضان بدل مشرب بقى السجارة لأ أنا هاخدها فرصة للإقلاع عن التدخين هروح واخد لبانة بتاعت نكوتين بتديني جرعة بسيطة من النكوتين بحيث إن أنا مضطرش أروح للسجارة وأخدها بس لما أنا أشعر إن أنا مش قادر أمسك نفسي دا بيتداول في الصيدليات متواجدة في الصيدليات فدي من الحاجات الحلوة قوي مش محتاجة على فكرة رشدتة إذا كانت السجارة مش محتاجة رشدتة فدي بدائل النكوتين أكيد مش هتحتاج رشدتة في حاجات تانية بقى بس بتحتاج إرادة بتحتاج إرادة أهم حاجة الإرادة ونستغل فعلا شهر رمضان إنه هو الوقت الوحيد اللي ممكن نغسل جسمنا من السموم ونقدر إن إحنا نبطل فعلا السجارة ليه لأن إنت بتكبر إن إنت تبطلها طيب لو عرفنا فوايد دبطيل السجارة بتحصل إيه في الجسم الإنسان لازم هيفكر ألف مرة أول حاجة كل ما قلل نسبة النكوتين في جسمي خلال ساعات حاجات كتيرة قوي في جسمي بتتحسن التنفس المعدة حاجات كتيرة قوي 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 في وظائف الجسم بتتحسن طيب خلال أيام يعني مثلاً عشر تيام خمستاشر يوم بتبص تلاقي بتدي النفس يتحسن لأن دايماً اللي بيشرب السجارة ده تلاقي بيه كح يقولك كحة السجار فيش حاجة اسمها كحة السجار ده حضيك عندك التهابات رئوية وعندك بلاوي سودا وإنت معتقد إن دي كحة السجار لأ أنت بتكح لأنك عندك التهاب شعب هوائية مزمن فأنت كده كده بتكح يعني هليني أقول لحضرتك أن يمكن لما جات الكورونا كانت أنزار خطر لأي حد أكتر ناس حصلت وفيات كانوا المدخنين أنا حد من قرأي يعني عزيز عليها جداً توفى بسبب أنه سجار كتير جداً وكان صحة كويسة جداً لكن سجار كتير فالرئة ما استحملتش مع أنه بقيت أعضاء الجسم زال فل بمناسبة الموضوع ده أنا في حد كان فترة الكورونا هو مدخن بشكل شرس فأقول له صحيتك علشان خطر قال لي لا 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 على فكرة ده الدراسات أثبتت أن اللي بيدخن وكان بيقنع كل اللي حوالي بكده والله يعني فيه ناس خلاهم يدخنوا بسبب كده والله فعلاً ده أصلاً على رئتي بيكون موجود مش عارف إيه فلما بيدخل الكورونا ما بتقدرش أنها تتعلق بالخلال الدراسة دي اللي تقريباً عملينها بتوع شركات السجار وما اقتنعش بكل الأبحاث اللي اتعاملت على مستوى العالم اللي قالت أن مريض اللي بيشرب سجارة بعتبره مريض لأنه ده مدمن ده لازم هيجيله كانسر لانج بعد الشر يعني شرطان في الرئة بيحصل تهابات رئوية تلايف في الرئة تضخم في عضلة القلب ارتفاع في ضغط الدم ارتفاع في نبضات القلب قصور في الشرعين التاجية بيحتاج يا إما يعمل قلب مفتوح يا إما يعمل أسطرة ويركب دعمات يعني كل الحاجات دي ما صدقهايش وصدق بس الدراسة اللي نزلت دي خليني تابقى سأقل عليها خليني نبقى إيجابيين ونتكلم عن بعض الناس اللي بيبقوا عايزين ياخدوا شهر رمضان انه هو يعني بداية جديدة او فرصة جديدة انهما يقلعوا عن التدخين وانا بعض الناس تقولي انا هبطل او هقلل في رمضان وانا عدد استعاعات اللي هي من الفطار للصحور دولا هاشرب كم سجارة مش هخلص علبة او اتنين زي ما بيعملوه في الايام العادية فازاي ياخدوا رمضان كفرصة جديدة او حافز ليهم ان هما يبطلوا او يقلعوا عن التدخين تماما بالزبط اول حاجة ان احنا نشرب مايا كتير قوي بين الفطار والصحور لان ده بيقلل اعراض الانسحاب لما نشرب مايا كتير قوي بيخفف النكوتين اللي موجود في الدم فيقلل اعراض الانسحاب اللي موجودة اللي هي بتوتر الشخص اللي هو بيبعد عن النكوتين تاني حاجة ان احنا ننام كويس وناخد عدد ساعات نوم كافي لان الاقلاء عن التدخين بيسبب مشاكل في النوم فنحاول برضو نساعد نفسنا بحاجات طبيعية البابونج المشعارفية مشروبات لها الينسون حاجات الجميلة دي اللي بتعمل استرخاء وتهدي عشاب حاجات طبيعية كلها وناخدها قبل النوم بحيث ان احنا ننام عدد ساعات كويسة ده برضو من الحاجات اللي بتهدي العصبية والتوتر طبعا ان احنا نبعد عن المشاكل يعني انا ملقاش اتنين في الشغل بتخنقوا اروح انا خش اتخنق معاهم لا يعني احاول ابعد عن وجودي في توطر لان انا عارف ان انا عصبي دلوقتي انا موقف السجاير فانا عندي عصبية مروحش انا بقى اخش في مشحنات ما خشش يعني مثلا واحنا بنسوق وانتي بتسوقي مش لازم يعني نقوم نكسر على بعض الحاجات دي خلاص ووفروا بعد رمضان نتلاشى الستات في سوعيتنا بالضبط جدا يعني نحاول ان احنا نبعد عن الحاجات اللي تعمل توطر زحمة في حتة نقنمش بالراحة طبعا يقفشوا على نفسهم مرة واحدة يعني يبطلوا مرة واحدة ولا بالتدريج لا لازم بالتدريج زي ما قلنا ما ينفعش مرة واحدة لان ده بيحصل اعراض انسحاب شديدة تاني حاجة طب اللي مش قادر او بيشرب سجار كتير قوي ممكن الدكتور يساعده ساعتها بيتوجه لعيادة مخ وعصاب او طب نفسي واحنا بنساعده فيه ادوية واخد FDA approval اللي هي هيئة او منظمة سلامة الغذاء والدواء واخدين ادوية معينة لعلاج المدمنين على السجار ففيه ادوية كمان بتتاخد ممكن لو الواحد مش قادر ومعندوش اراضة والموضوع صعب عليه قوي لا يبقى ممكن ساعتها بنكتبله على دواء ما هواش فيه نيكوتين بقى ده ما فيهوش نيكوتين دوت بيزبط الدنيا وبيخليه بيقرب بقم السجارة وما يبقاش بيبقى عوزها كده بشراها وكمان في نفس الوقت بيقلل من اعراض الانسحاب اللي بتحصل وقت ما بنوقف النيكوتين فاذا هو مرض ادمان لازم ليه علاج وناخده بجدية مش اي حد بيعرف يوقف فيه ناس عندها اراضة وفيه ناس بتشرب حاجات قليلة فتقدر بسهولة وفيه ناس تانية محتاجة تدخل من دكتور يعني طبا مش بقول كل الناس لكن فيه ناس كتير في رمضان اقلعت يبقى الفكرة ان انا اشرب مية كتير بين الفطر والسحور الاكل بتاعي احاول كويس قوي ان انا مفيش حاجة اسمها السجارة تبقى على الريق لان ده بيعمل مشاكل بيعمل الحموضة حاجة غريبة جاية كما اللي قلتها كلهم يشرب القهوة يقف في البلكونة يأكل السجارة ده بيعمل اي بقى حموضة ارتجاع لا ما دي نفس الكلام بيعمل ارتجاع مريق بيعمل الاتهابات في المعدة طبعا دي مشكلة كبيرة لان انت بتدخاني الدخان على معدتك اللي ما فيهاش اي حاجة غير الحمض فيزود افراز الحمض بيحصل تهايك في المعدة فيزيد افراز الحمض اللي هو الهايدروكلوريك اسد فبالتالي بيحصل التهابات في المعدة وارتجاع في المريق تاني حاجة بيحصل مشاكل في التنفس لان انا برضو مش واكلة حاجة مش شربة حاجة وخدت نيكوتين مركز بيحصل لي برضو مشاكل ويحصل لي توطر وعصبية رغم ان انا باشرب الحاجة دي عشان تقلل التوتر والعصبية فالعريق ده مش حل وتاني حاجة في ناس تقولك ايه طب انا اخد واجبة دسمة واخد بعدها السجارة ايه تحرق لا دي بتعمل حصوات في المعدة لا مش تحرق بحبس بالسجارة اه ما هو بيحبس بيحبس بتعمل حصوات في المعدة في المرارة اسفا حصوات في المرارة يبقى اللي بيشرب السجارة بعد واجبة دسمة هوا مش رواش خالص هوا مش رواش خالص اللي بيشرب بعد واجبة معادية بتقلل انتصاص المعادن والفيتامينات والاملاح الكويسة وووو يعني اذا هي السجارة مؤزية في كل الاحوال طيب السجارة الالكترونية بقى هي هيها دي الاجزوبة الكبرى اول حاجة لسه معليهاش ابحاث كافية ولكن كل الابحاث اللي طلعت دلوقتي اتقال ان هي زيها زي السجارة العادية اما كانش اسوأ فاذا احنا دايما اول ما تطلع الحاجة زمان لما نزلت السجار في الاول كان الناس دي حاجة فاني ونشرب ونعمل اعرفنا انها بتعمل بلاوي بعد كده نفس القصة وبيقولك ايه خذ الالكترونية بدل السجارة العادية لا الحقيقة الابحاث التي اتعملت لحد الوقتي قالت انها اسوأ من العادية طيب والذيب يا دكتور ما هو بقى الحاجات اللي بتنفجر بقى نفس القصة بصي الفكرة كلها واحدة احنا في النهاية محفز للجهاز العصبي المركزي فبيعمل لنا حاجات حلوة نشوة وسعادة وتركيز زيادة وهدوء والكلام ده كله فاول ما بطلوا يحصل لي مشاكل فاذا انا ماينفعش اعود جهاز العصبي المركزي على حاجة تعمله دايما حالة تهيج يعني او حالة نشاط زيادة هو محفز محفز يعني ايه يخليكي مركزة قوي فطبعا انت تركيزك العادي تقولي ايه ده انا مقاش مركز بتسحب من جسم النكوتين بتبتدي الحكاية تتحسن والتركيز دي بقى كويس وكل حاجة بعد فترة طبعا عايزة اسأل حالك السؤال سريع جدا ليه دايما المدخن بيبقى عنده ازمة كده انه حد يكلمه عن الاقلاع عن التدخين يعني طبعا يعني نفسي مثلا اقول ان الزوجة تكلم جزهة انه بطل سجاية بيقلك انا بالعكس لما بيسمع كده ليه بقى هقولك ليه لانه هو اساسا مضمن عام الزوجة بتاع الهروين الهروين ده لو شاف حقنا في التلفزيون بيقوم يضرب زي السجارة بالظبط فانت كل ما بتعطي تقوليه السجار السجار هو بيتشوق ليها يعني يبقى كده احنا كفاية كلام عن التدخين عشان اللي بيتفربوا علينا ما يوموش يعني يكسروا سيامهم يوموا يشربوا سجارة على الريق بقى لكن خلينا نقول اللي احنا امام فرصة حيائية لكل المدخنين للإقلاع انت امامك فرصة ذهبية استغلال الشهر الكريم شهر رمضان عشان خاطر تقلى عن هذه العادة السيئة وطبعا وتكون يعني عندك جسم وصحة أفضل بكتير بنشكر طبعا الدكتورة ايمان المراكبي أستاذة طب المخوى العصاب والطب النفسي بكلية الطب بجامعة عين شمس شكرا فاني بوجودك معنا في صباح العفو رمضان كريم كده مشاهدين تكون خلصت حلقاتنا النهاردة نشوف حضرتكم إن شاء الله بكرة في نفس المعاد بنصبح عليكم صباح الخير يا مصر